أعطى وبكرة الزمالك يلعب إزاي في زل الغيابات العادية يمكن الموضوع الزمالك معقد أكتر من الأهل يلعب ثلاثة في الدفاع والأربعة تعوّق تشيل إمام عشور من النص وحطه اليمين فتخنم من النص مادر بعد ما تسل اليمين فالموضوع بكرة بالنسبة لبريدة أكيد معقد جدا هي هي لو الأفة بتاع سامر غانم جدا أزبط البنطلونجة كنت ضربة أول عكسي فعلا لأنه أنت مفيش حل مثالي ودايماً الحاجة اللي هتعالجها هتسبب في تأثر حاجة تانية فدي مشكلة هي معضلة كبيرة أنا هقطعك بس وأستطيع تستاذ هو في كل الأحوال لو بكرة في ريرا أو الزمالك ما ماتش ماتش كويس هيتقل له في الحتة اللي هتقولها دي أنت عملت غلط يعني فاقي أنا زي ما شو إحنا هنبقى محترين كلنا زي ما يكلعب زي بكرة بس لو اختار أي اختيار هيتقل له أنت اخترت غلط ما أسهل أنت تحلل أي ماتش بعدها يعني أنت دايماً أحنا أي حد عايز ينتقل في ريرا لو خسر مثلاً ولا حاجة يكتب اللي هو عايزه قبل الماتش عشان نتفع على كده غير كده سهل الكلام سهل يعني ففعلاً هم موضوع معضلة كبيرة أولاً أنت عندك مدرب قعد فترة كبيرة جداً بيلعب برباعي وبعدين بدأ الموضوع ما بيقاش ماشي خالص فتحول للعب الثلاثي أنا كنت ضد الموضوع ليه؟ لأن أنا عارف أن الزمالك قيمته ضعيفة يعني من عدد المدافعين أولاً يليم وقد كان محمود علاء مش موجود محمود علاء مش موجود محمود علاء عبدالغاني بلعب حيلعب مصابق نكحت بس أنت كقايمة مش على فكرة هي مناكحتش أيه برضه هو زمالك ما عملش نتاج عمل نتاج كويس لكن بالثلاثة لكن ما عملش أداء كويس أنا دايماً برضو أو أنا دايماً بتكلم على الأداء يا كريم عشان أنا دايماً ده الاستدامة مش عملك مصطلح الاستدامة ده موجود طول الوقت أيو لاستدامة هي دي الأداء مش عشان تستمتع بس لأ عشان تضمن أن أنت دمام مسيطر عندك فرص أعلى للفوز دايماً فدي القصة فالزمالك عنده مشكلة يلعب أربعة أو تلاتة لأنه في حالة لعبه بتلاتة هو عبدالشافي كويس موجود هل محمود غاني يقدر تكمل المطش كامل؟ محدش عارف ممكن الحونة اللي هيخدها دي غالباً ممكن يصمو بيها ممكن توتر المطش محدش عارف النقطة الثانية فكرة اللعبة باك يمين محدش عارف فيها احتمالات كتير قوي تعال كده نجرب مع بعض اللعبة محمد طاري الناشي ده محمد طاري غالباً مش حالة فيه مهم عشور بس انت هتخسر أهم اللعبة في خط النص طب هل ممكن تلعب بزيزو مثلاً وينج باك أو تلعب بقوناج بوينج باك طب انت قوناج بوينج باك مع علي معلول ممكن متباش أحسن حاجة طب زيزو ممكن يقدر يسده مع علي معلول بس انت تخسره في المرتدات فدايمن وعندك عبدالله جمع كمان خيار بالزبط وده يعني لو احنا بنكلم على التوقعات فيه كلام عن عبدالله جمع يلعب باك أو وينج باك يعني أو حتى باك يمين على الفكرة لو لعب بربيعي فهي معضلة بصراحة معضلة صعبة وملهاش حل مثالي ولكن أنا لو سألتني انا بقول ان الزمالك اولاً الاهل ممكن جداً استعيد اللعب مهمة زي أفشا وجوده مع كابتن سامي أمسون وانا بصراحة بشوف ان كان كان اجرام في حق الاهل ان افشا ده مكنش موجود في كل ما وراه حتى لو مستوى متدني لكن هو لعيب بخبرة كبيرة بصراحة فانت كزمالك محتاج ان انت عند قوتك فيه مع الأطراف فانت ممكن تحط اتنين لعبي وسط بدنياً يعني مثلاً ممكن تحط روء أو إسلام جابر على ان انت تتن تودي إمام عشور على يمين ده ممكن انا بقول لكم مفيش حل مثال تعمل به مشكلة الخط الأيمن وفي نفس الوقت اعتمد بقى على القدارة الفردية لزيزو وبن شاري على الجنبين على اعتبار انه علي معلول دفاعية مش أفضل حاجة وعلى اعتبار انه سواء محمد هاني أو كريم فؤاد مع بن شاري ممكن يقدر يتفوق عليهم إلى حد ما فالزمالك على اعتبار كمان انه عنده أمام لعبي خط وسط أقوية في الأهلي في مسألة الضغط زي حمد فتحي وعمر السلية ممكن حتى أفشى برضو وجبه الدفاعي القوي الزمالك ممكن جدا يخسر معركة الوسط لو حاول انه يجار الأهلي في البناء اللعبة من الوسط لا ممكن جدا عبر التمريرات الطولية على الأطراف على طول ويختصر اللعبة يعني بمعنا أصح فده تخيل يعني الشكل بقى التشكيل الزمالكي التشكيل عواد طبعا ما فيش غيره وانا حتى لو جابر بالمناسبة انا مؤيد لعواد اعتقد يلعب بسلاسي الزمالك سلاسي دفاع بما ان هو يعني الأمور تحسينت شوية خط الدفاع مع التأكيد على ان الزمالكي لازم يتخلع موضوع الدفاع المتقدم اللعانى منه وتسبب الفردات كثيرة مفترض خاصة دي حاجة ميزة عند الأهلي يعني الأهلي لما فريق مش هقول الزمالكي يلعب متكتل في الخلف بس الأهلي لما بيلع فريق يعني متوازن حتى مش متقدم في الدفاع ممكن يعني شوية لكن الأهلي عند بردتمرات طولية المحمد شريف اللي هو لاي مميز سأقول لك أنه تقريبا قبل ما بيت سموسيماني يمشي كان فيه 90% من قوة النادية أو إمكانيات النادية أو تدريب البيت سموسيماني النادية الأهلي كلات طولية وهرجع فيها الكريم دي بعد ما تصلي تشكيل الزمالكباية نروح بعد تشكيل الوينش وعبدالغاني وعبدالشافي على الجانب الأيصر عبدالله جمع الجانب أيمن إمام عشور في النص رؤى وإسلام جابر بدنيا قصدي يعني هم الاعتباط عليهم بدنيا ما تحاولش أعتمد عليهم خلص بناء اللعب ولا أي حاجة من هذا الأمر وفي الثلاثة الأمامي بقى ابن شرقي وزيزو وعمر السعيد أو ممكن تنقل زيزو جانب أيصر وتودي قناجم جانب أيمن وتلعب ابن شرقي راس حربة وتتخلى خلص عن عمر السعيد اللي أنا مش موافق كريم إنه هو عمر في بعض رماد كان كويس لكان مباراة كتير قوي نحن لو نتكلم عن مهاجم حاطة لا عمر السعيد بيفقد الكرة كتير جدا جدا صحيح